مرحبا من جديد أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق في حين دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه ورأت بيبا أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تخدم مصالح الشعب الليبي العليا بحسب قوله هذا وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن محكمة الاستئناف في طرابلس التي أصدرت الحكمة تركت الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن عليه دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها نناقش الموضوع مع أكتاي المازا المحلل السياسي في الاستوديو مرحبا أستاذ أكتاي ما تدعيات قرار محكمة استئناف طرابلس وقف مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا نعم أعتقد هذا القرار قرار المحكمة قبل أن تكون موجهة ضد تركيا وموجهة ضد حكومة طبيبة هذا قبل كل شيء وتعقس النقاشات والخلافات بين الليبيين هذا من نقطة ومن نقطة أخرى أنه لم تحصب علمنا كما جاء في القرار القرار لم يعلق جميع التفاهمات والاتفاقية بل الجزء المتعلق بالبحث والتنقيب عن النفط بشكل مشترك في المياه الإقليمية الليبية وهذه الاتفاقية شيء غريب وعلى ما يبدو أن كما قلت أطراف المخاصمة لحكومة الحالية في ترابلس يعني بادروا لاستصدار هذا القرار وتعكس كما قلت الخلافة الداخل الليبي ولكن ضد المصالح الليبية يعني الاتفاق بين تركيا وليبيا لمصلحة البلدين يعني الاتفاق الأول كان يحدد الحدود المائية بين الجانبين وهذا الاتفاق الأخير الذي تم عليها الاتفاق في السنة الماضية يعني تعطي إمكانية للبحث المشترك للنفط والغاز والتنقيب ما أريد أن أقول باختصار كانت لمصلحة الليبية بكل تأكيد تقول هو سبب خلاف داخلي لكن هناك من يرى أساس الخلافات الداخلية في ليبيا هي انعكاس لخلافات القليمية هل سيؤثر قلت أنه هو فقط عن التنقيب عن نفط الغاز بالتالي لن يؤثر على ترسيم الحدود والاتفاقيات الأفرى هذا ما تقصده ترسيم الحدود تم الاتفاق عليها قبل ثلاث سنوات أثناء حكومة السراج وهذه الاتفاقية جارية نافذة قائمة بكل تأكيد بين الجانبين وتعطي إمكانية فاسية لليبيا وكذلك بنفس الوقت لتركيا بموجب هذه الاتفاقيات كذلك لم تكن فقط هناك اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية كذلك كانت اتفاقيات للتعاون الأمني المشترك بموجب هذه الاتفاقية تركيا استطاعت تقديم طعم عسكري للحكومة السراج ما منع سكوط العاصمة أمام المتمردين وبعض الفصائل المدعومة من فرنسا والأطراف الأخرى في الشرق الأوسط كما قلت بالنسبة لتركيا طبعا هذه النقاشات داخلية ليبية لا تهم تركيا كثيرا حتى إذا ألغت الأطراف في ليبيا هذه المصلحة ليبية وطنية حتى إذا استطعت بعض الأطراف إلغاء هذه الاتفاقية ليبيا تركيا تتمسك بالجزء المتعلق بها يعني الحدود التركية الآن معروفة مسجلة في الأمم المتحدة إذا تركيا تقوم على هذا الأساس يعني تتمسك بحقوقها المتعلق بتركيا الحدود البحرية شكرا لك كالمحلل السياسي أكتاي يلماز إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا المزيد دائما تابعوه على موقعنا سيريا دو تيفي إلى اللقاء